على وقع هتافات الجزائريين المستمرة يستمر تصدع جدار النظام السابق فبالرغم من استقالة رأس النظام بوتفليقة لم تهدأ مظاهرات الجزائر ويقول قياديها إنها لن تتوقف حتى إلحاق أركان النظام برأسه ولعل هذا ما استعجل فتح ملفات فساد المسؤولين السابقين تحقيقا لحديث قائد الجيش الجزائري عن توقعه رؤية بعض رموز النظام يحكمون بتهم الفساد رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيا كان أبرز الرموز التي استدعيت للتحقيق ثم تبيعه وزير المالية محمد لوكال ضمن تحقيقات تجريها محكمة جزائرية في قضايا فساد وإهدار للمال العام المسؤولان يعدان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فقد عين أويحيا عدة مرات في منصب رئيس الوزراء بينما كان لوكال يشغل منصب محافظ البنك المركزي الجزائري قبل أن يعين وزيرا للمالية محاولات بن صالح لتهديئة المتظاهرين شملت أيضا تعين عمار حيواني محافظا جديدا للبنك المركزي بالنيابة بعد أن كان نائب المحافظ في وقت سابق سلسلة التغييرات طالت أيضا مناصب أمنية رفيعة فعفي مدير جهاز الأمن الداخلي الجنرال عبدالقادر بهدية وعين مكانه واسيني بعزة المعروف بولائه للجيش قائدا جديدا للجهاز وإذ لا يعرف مدى تأثير هذه التغييرات على المتظاهرين لكنها بالتأكيد لن تكون بديلا عن إسقاط الباءات الثلاثة التي ينادي بها المحتجون كما يرى الكثيرون وأولى هذه الباءات هو الرئيس المؤقت بن صالح نفسه فلا يريد الجزائريون رؤية أي وجه وقف خلف بوتفليقة أو حتى خيالا منه شكرا